هنروح لكرة طايرة رجال يمكن كابتن محمد مصر الحميد وفضل طبعا تمرين 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 وكان عمل مطشين مع الداخلية والتحاد الاسكندري قالك لا انا هسافر اسكندرية اعمل مطشين والديتين هناك سافروا لعبوا الاسكندرية واسموحوا فوزنا بالمطشين ولكن ورجعوا تاني القاهرة وبدأوا يكملوا النهاردة عندهم اول تمرينة بعد العودة من اسكندرية كابتن محمد مصر الحميدو بيسعى للتجانس الفرقة كلها عشان انتم عارفين ان الفرقة ونشوف دلوقتي تصلاحات الكابتن محمد مصر الحميدو الفرقة عبارة عن ثلاث اجيال فهو محتاج كل ده يدوب مع بعضه لان السدوني منافسة في الكرة الطائرة رجال السنة الجاية مش سهلة وكابتن محمد مصر الحي اكد على كلام ان احنا بنقول ان هو بيسعى للانسجام بين لعبه الطائرة قبل انطلاق الموسم الجديد كابتن محمد مصر الحي المدير الفني الاول لرجال الكرة الطائرة قال بعد مطش الاتحاد السكندير اللي لعبناه اول امبارح وفزنا بيه 3-1 قال ان الفريق هيكمل تدريباته النهاردة بشكل عادي بعد الرجوع من السفر وقال ان الفريق قدم مستوى كويس خلال مطشين اللي لعبهم في اسكندرية وقدر الفريق يفوزه خلالهم طبعا الموباراتين فزنا فيهم واستطاع ان هو ايه يغير في التشكيلات ويتطمن على فرقته وكمان اكد انه يحاول يشارك اكبر عدد من اللعبين وده وضع طبيعي جدا لانه مطش ودي وقال وقال كابتن ميدو ان هدفه في المطشات دي زيادة الانسجام زي ما قلنا وانه المحترف الكندي طبعا رايموند الانضم للفريق محتاج طبعا مطشات لانه ملعبش ولا مطش هيرجع على مطشات الدولي فالأربع مطشات الحقيقة كان فرصة جيدة جدا وخلينا اقول لكم معلومة احنا نكلم عنها باستفادة في الاخبار المحلية وزارة شبابة بريضا مبارح قررت ان هي تلغي جميع الجماعات الامومية بحكم ان هي الادارة المركزية الادارة المركزية الكل طبعا الانديا والهيئات الرياضية والشبابية قررت تأجيل طبعا عشان مضوع كورونا والموجة التانية قررت تأجيل كل الجماعات الأمومية لأجر غير مسمى التحاد الطيرا كان عنده جماعة أموميةا 11 ديسمبر جماعة أمومية دي كان هيجرى فيها الانتخابات لاulsive مجلس جديد انا عايز اقول لكم ان ده خلاص ما بقاش فيه انتخابات لان ما هي بتتعمل في كمية عمومية فخلاص اتلقت بناء على تعليمات وزارة الشباب والرياضة طبعا اترحلت فكده من غير انا معرف اللجنة المؤقتة بقيادة كابتن سامح حمدي ميكملة معانا السنة الجاية طبعا مخلاص مين اللي هيدير هيعملوا اكستنشن للجنة وبدليل كلامي ده انه كابتن سامح حمدي بقاعة الاندية انها تعمل القرعة القرعة الدوري انا هقول لكم الخبر ده بالتفصيل بس انا بقول لكم ان وارد جدا ان الطائرة اسبوعين ونلعب فعشان كده كابتن محمد مصالح ميدو على طول غير البصلة وعمل مطشرة ودعية